بعد أن كانت المصدر الغذائي والوظيفي الوحيد للمواطنين في وادي حضرموت الإهمال والأمراض تطال النخيل وتتسبب بإتلاف العديد منها خصوصا بعد أن كانت تمثل اكتفاء ذاتيا خلال شهر رمضان أسباب كثيرة جعلت عداد النخيل في وادي حضرموت في تناقص مستمر بشكل ملفت نتيجة للزحف العمراني على المزارع في ظل غياب قوانين رادعة تحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى انتشار عدد من الآثات كدباس النخيل والسوسة الحمراء الانتاج ضعيف جدا جدا حتى أصبح النخلة تنتج حوالي إلى ثلاثين كيلو الآن تنتج النخلة خمسة كيلو سبعة كيلو وانتاج ضعيف جدا جدا الأمراض التي تتصاب بالنخيل مثل الدباس النخيل مثل السوسة الحمراء دخلت الآن قريب مثل الحميرة كم نحن طلبنا من المزارعين بمقاومة هذه الحشرات لكن للأسف ما ينتص طولنا لا مزارعين ولا ملاك ولا دولة نحن طلبنا الدولة عملت حملة كنا في آخر حملة كانت 2010 عكس هذا الإهمال في ارتفاع الأسعار الكبير للتمور المستوردة من الخارج بزيادة أكثر من ثلاثين في المئة عن العام الماضي وتعود الأسباب بحسب مسؤولين وتجار إلى ضعف الإنتاج في الدول المصدرة وتأثر العملية الإنتاجية وحركة العرض والطلب بسبب إجراءات فيروس كورونا أنا بالنسبة نظري أنه السبب هو أنه عدم معرفتهم أهمية النخيل وأنه عبارة عن غذاء وأنه يلعب دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي لأنه أولا الدولة تهتم بالنخيل من ناحيتها وتعمل على تسخير كل إمكانياتها لهذه الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن والرسول عليه السلام والشيء آخر وتوضع القوانين التحد من الزحف الأمراني تقول الروايات أن مزارع النخيل في وادي حضرموت كان لها دور بارز أثناء المجاعة التي ضربت العالم إبان الحرب العالمية الثانية حيث لعبت هذه الثمرة دورا بارزا في إنقاذ المواطنين من الموت جوعا واليوم ها هي في أسوأ حالاتها حيث تشهد تناقصا مستمرا في أعدادها بشكل كبير وسط غياب أي دور حكومي لإنقاذها حدد مسعد قناة بلقيس ودي حضرموت